تهديد مقتدى الصدر لشباب من محافظة النجف أقام مهرجان الذكرى السنوية الأولى للشهيد مهند القيسي ورفاقه بعد أن قام بتوجيه الكثير من التهم التحريضية ضد الشباب الأحرار وقال المتحدث باسم الصدر صالح محمد العراقي في بيان إنما حدث في مقر أدباء النجف صدر من مجموعة بعثية ودواعش أو أناس لا وطن لهم غير التشبه بالغرب وعشق العدو الصهيوني لأن مثل تلك الأفعال تفرح العدو وتثير الفتنة ناشطون من محافظة النجف علقوا على بيان وزير الصدر بالقول لم يكفيهم قتل مهند ولم يشبعوا من دمائنا ونحن لم نكل أحد اتهم جزافا لأن الحقيقة أن مقتدى وأتباعه هم من قتل شبابنا وبالأدلة ومن يكيل التهم هو أنت فقد اتهمت الشباب باتهامك ووصفك للشباب بأنهم بعثية وصهيونيين ودواعش فقط لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن رأيهم هكذا كان رد الناشطين على وزير الصدر وضمت قاعة الجواهر مهرجانا الجمعة شهد تصعيدا كلاميا ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما دفع عددا من أنصاره إلى الدعوة لتظاهرة والتهديد بإغلاق القاعة ورفع دعوة قضائية ضد المشاركين في المهرجان لكن اتحاد الأدباء تبرأ من الأحداث في بيان نشره لاحقا خشية من تكرار ما حدث لحسينية الزهراء من إغلاقها ومنع أداء الصلاة فيها وسلب المنبر منها بحجة إنه مذهب